محمد أبو عساكر على كل المزيد معنا في الستوديو محمد أبو عساكر المتحدث باسمه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أهلا بك سيد محمد ربما ما أشرنا إليه في هذا التقرير وما ظهر هو جزء بسيط مما يحدث على الأرض ماذا أنتم بفاعلين أعداد اللاجئين تزداد المعاناة ارتفاعه نعم أعداد اللاجئين تزداد بالفعل في العام الحالي 2013 فقط تم تسجيل أكثر من مليون لاجئ سوري وهذا يفوق توقعات المفوضية الآن لدينا مليون وستثمائة ألف من اللاجئين السوريين مسجلون في المنطقة في دول الجوار الأزمة كبيرة جدا نصف مليون تقريباً في لبنان أليس كذلك نصف مليون في لبنان وتقريباً 480 ألف في الأردن يقارب على نصف مليون كذلك نحن نواجه أزمة من أكبر الأزمات بل الأكبر في القرن الـ 21 الأزمة تحتاج متطلبات إنسانية لناس تركوا بيوتهم وعبروا الحدود بلا شيء سوى ملابسهم يعني شاهدنا بعض من هذه الصور لمحاولة الخروج من القصير تحديداً وضع القصير أعداد النازحين حتى الآن هل لديكم من توثيق لما حدث لهم ومتابعة؟ لا يوجد لدينا من أفراد المنظمة حالياً موجودين داخل القصير وردت إلينا التقارير تفيد بأن هناك ما يقارب من 700 إلى 1000 من المصاب من المدنيين لم يتم الوصول إلى المنطقة بين الداخل نحن نأمل أن يتم تسهيل مهمة منظمات دولية ورجال العمل الإنساني لكي يقوم بإسعاف المدنيين من خلال ممرات أمنة هل هذا مطلب الآن مطروح على الطاولة عند النظام السوري ولا لا؟ نحن نتحدث عن الوصول إلى منهم بحاجة لمساعدات الإنسانية ليس فقط منطقة القصير هناك مناطق عديدة في داخل سوريا متأثرة بالنزاع لديكم شهادات هناك أليس كذلك؟ يعني استطاعتم إلى الوصول لبعض المناطق نعم نحن وصلنا إلى 13 محافظة في داخل سوريا من أصل 14 محافظة خبرنا عن وضعهم وضعهم صعب جداً الوضع مأساوي الوضع يومياً ينزح هناك أربع مليون وربع مليون أربع وربع مليون نازح داخل سوريا هم بحاجة لمساعدة الإنسانية هؤلاء الناس تركوا بيوتهم ولجوا إلى مناطق أخرى طلباً للحماية قمنا بتوفير المساعدات الإنسانية إلى مليون شخص سوري داخل سوريا في 13 محافظة خلال الست شهور الحالي يعني بإثارة مليون إذا ما تحدثنا عن نداء الاستغاثة خمسة مليارات عدد كبير جداً أولاً لماذا خمسة مليارات ومن ثم هل من أدان صاغية كانت موجودة ولا لا خمسة مليارات لأننا نتحدث على المبلغ الأكبر في التاريخ لمدة عام واحد فقط المبلغ الأكبر للأزمة الأكبر في التاريخ لم يحدث على مر التاريخ أزمة إنسانية بهذا الحجم نحن نتحدث على مليون وستمائة ألف منهم مليون لجأوا في ست شهور فقط يومياً يخرج من سوريا سبع ألاف شخص هلهم بحاجة إلى مساعدات نحن قدرنا مساعدات للتعليم الصحة المياه قدرنا مساعدات إلى تسع مليون شخص سوري استفادوا المساعدات على مستوى توفير مياه شرب صالح المياه صالح للشرب هناك 2.4 مليون شخص استفادوا المساعدات الغذائية هناك مليون طفل تم تطعيمه بالتطعيمات ضد شر الأطفال هذا المعدل من المساعدات يمثل ثلث الشعب السوري نحن نتحدث الآن في نهاية العام نتوقع أن يصل عدل لجنية فوق 3.5 مليون ومن هم بداخل سوريا نتوقع أن يكون هناك أكثر من نصف الشعب السوري هم بحاجة إلى مساعدة طيب يعني تحدثت عن بعض الصعوبات تحدثت عن قضية الوصول إلى هؤلاء النازحين على الأقل في الداخل السوري عن المساعدات أيضا ماذا عن المال؟ هل من صعوبة للوصول إلى هذا المبلغ؟ المال هو القصة الأساسية في الموضوع لا نتمكن من تقدير المساعدات الإنسانية إلا بتوفير الأموال نحن ساعدين أن نقول بأن ما يقارب من 75% من النداء الاستغاثة الماضي التي يقدم في شهر ديسمبر الماضي تم تمويله لذلك نحن طالب الآن المبلغ كبر عذرا هذا المبلغ لا دخل له بالخمسة مليارات هو جزء من هذا هذا في نداء الاستغاثة يعني 75% من الخمسة مليارات مؤمنة؟ 75% من المليار من المليار ونص فقط من المليار و200 ألف تقريبا هو ما تم تمويله حتى الآن هذا عدد قليل إذا نتحدث عن خمسة مليارات لعام واحد سينتهي العام ولم تحصلوا على المبلغ كامل؟ نحن نأمل أن نحصل على المبلغ نحن نطالب عبر قناة العربية المجتمع الدولي والحكومات والدول المانحة والشركات والأفراد كل من يستمع إلينا كل أصحاب القلوب الرحيمة أن يقدموا المساعدات للمفوضية والمؤسسات الدول الأخرى لكي نقدم المساعدات هذا المبلغ هو طلب بالنيابة عن أكثر من 100 منظمة دولية تعمل لخدمة السوريين سواء كان في داخل سوريا أو خارجها لذلك هناك على سبيل المثال الاتحاد الأوروب يقدم 400 مليون يورو قبل يومين دولة الكوات تقدم 110 مليون دولار للمفوضية هذه تساعد بشكل أساسي في تخفيف حدة الأزمة ولكن الأزمة كبيرة العدد الذي يخرج من سوريا الأشخاص الذين هم بحاجة لمساعدة سواء كان مأكل أو مشرب أو تعليم أو صحة أو حماية هم بحاجة لمساعدات حماية بالنسبة لهم والأمن حتى في دول الجوار بدأ يحتز إذا ما صح التعبير نتحدث عن لبنان الآن هل تتخوفون من تواجدكم في تلك المناطق أو لا؟ يعني اللاجئ لا يوجد أي إنسان في العالم يختار أن يكون لاجئ يفرض اللجوء على الشخص طلبا للحماية لذلك عندما يكون في دولة مجاورة أو في دولة أخرى هو يطلب الحماية نحن نأمل نحن نتفاهم الظروف الصعبة التي تعيشها دولة لبنان ولكن نأمل في نفس الوقت أن يكون منأ اللاجئين السوريين عن كل تجاربات سياسية في داخل لبنان نحن نتحدث عن الأردن كذلك هناك أزمة اقتصادية هناك أزمة في المياه نحن اليومين نرسل 3.5 مليون لتر مياه إلى مرخيم الزعتر وحده من دولة تعاني أصلا من أزمة المياه لذلك نحن نقدر الدولة التي تقوم به الدول الجوار به إبقاء حدودها مفتوحة واستقبال اللاجئين السوريين على الرغم من الصعوبات الجمع التي تواجهها هذه الدول في التكيف وتوفير الخدمات الأسسية لأبناء شعبها تحدث حتى عن تركيا ولكن محمد أبو عساكر المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين شكرا جزيلا لك على تواجدك شكرا لك